حالة غضب عارم اجتاحت الشوارع والميادين التونسية بعد قرارات الرئيس برفع الحصان عن البرلمان وإيقالة رئيس الحكومة نزولاً عند رغبة المتظاهرين الذين طالبوا الحكومة بالتنحي وحل البرلمان بظل أزمة صحية فرضها وباء كورونا وأخرى اقتصادية غير مسبوقة يتفرد سعيد طرفياً بالسلطة التنفيذية لإصلاح ما أفسدته أطراف أخرى كما يقولون بينما تتوالى الدعوات الدولية إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون أهلاً بكم إلى برنامج الرابط تتوالى الإجراءات التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد مع حالة غضب تسود الشارع فيما كورونا تستمر في حصد الإصابات والأرواح وعن ذلك نتساءل هل تنبي قرارات الرئيس بحقبة جديدة ستنهض بعدها تونس أفضل أم ستضعها أمام مأزق حقيقي وما هي انعكاسات التخبط السياسي على الواقع الاقتصادي المنهك أصلاً بفعل كورونا على وقع القرارات الطارئة التي اتخذها الرئيس التونسي مخاوف من انقسام سياسي أكبر قد تؤثر على اقتصاد البلاد الذي يعيش وضعاً صعباً بالأساس يلعب أقوى ورقة سياسية في يته لابد منها فبنظره ستكون المنقذة للجو السياسي الجامد والمطحون بالمناكفات تقال حكومة المشاشي وتتبعها سلسلة قرارات تجميدي كل اختصاصات المجلس النيابي الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعاً أمام تجميدي كل أعماله يستطلع الرئيس التونسي نتاج قراراته ينزل الأرض حيث حراك شعبي مهلل لا يهمه سوى انفراجة بوجه الانسداد أنا رئيس المجلس راشد الغنوشي أقف أمام المؤسسة التي رأسها عاجزاً عن دخولها انعطافة سعيد القوية تصطدم مصلحة أطراف سياسية ستشل تلك القرارات منورة أكبر تكتل سياسي في البرلمان حركة النهضة فلطالما لعبت النهضة على واتر تشكيل الحكومات السياسية السابقة لكن في ظل ضعف إرادة التوافق السياسي حتى حكومة التكنقرات الأخيرة أصبحت شبه ميتة فهي لم تقوى على انتشال اقتصاد تونس من كبوته نحن في الأربع مليار دولار نبدأ مرتاحين لكن الأكثر والأهم من المبلغ هذية هو كما قلت لك برنامج مرافقة للإصلاحات مخاض عسير يواجه اقتصاد بلد صغير ديونه قد تصل إلى 36 مليار دولار بحلول هذا العام السياحة مورد الخازينة الأكبر شبه متوقفة أمام كورونا أما الملجأ فيصبح صندوق النقد الدولي الذي تفاوضه تونس من أجل الحصول على جرعة إنقاذ سريعة لكن ذلك القرد المقدر بأربعة مليار دولار لن تكون مفاوضات الحصول عليه سهل أبداً تتطلب قرارات سياسية جريئة وأصلاحات فقد كانت المرة الرابعة التي تهارل فيها تونس نحو المجتمع الدولي للحصول على قرد خلال العشر السنوات الأخيرة يأن اقتصاد البلاد على وقع كيماش لم تعشه في تاريخها ووصل إلى 8.3% وأي نفخ جديد في نيران الأزمة السياسية الحالية لن تكون ضحيته إلا جيوب تونسيين قبل بدء نقاش أذكر بسؤالي حلقة اليوم للرابط هل تنبئ قرارات الرئيس بحقبة جديدة ستنهض بعدها تونس نحو الأفضل أم ستضعها أمام مأزق حقيقي وما هي إنعكاسات التخبط السياسي على الواقع الاقتصادي المنهك أصلا بفعل كورونا أطرح هذه الأسئلة وغيري على ضيفية عبر الأخبار الاصطناعية نرافقنا من العاصمة التونسية بدرة جعلول الأكاديمية مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية ومن تونس العاصمة أيضا سيد نبيل عبداللطيف الأكاديمي والخبير الاقتصادي والمصرفي والذي سيلتحق بنا بعد قليل أبدأ معك سيدة بدرة بسؤالي الأول هذه القرارات التي أقدم عليها الرئيس قيس صعيد هل ستحمل تونس إلى نهضة حقيقية بعيدا عن اسم حركة النهضة الحزب المعارض للرئيس أم قد تلقي بتونس في مأزق جديد اليوم شكرا لك مكي مرحبا بك ونهنأ أنفسنا ونهنأ تونس طبعا بهذا الإنجاز الكبير التاريخي الذي سينقذ تونس وسيخرجها من براث أخطبوت خطير جدا كان يدمر أو سرطان كان يدمر الدولة التونسية وكان يدمر التونسيين الحمد لله أن الرئيس قد استجاب إلى دعوة الشارع التونسي وإلى الشباب التونسي الذي هو دائما يراهن عليه يعني اليوم لن نعيش مأزق أكثر من اللي عشناه أنا نقعد معنا نضحك يقولون هل ستعيش تونس مأزق بعد هذا أصلا أحنا كنا عايشين في الجنة باش نمشي والمأزق تي أحنا عشرة سنوات استنزاف تي أحنا عشرة سنوات تهميش احنا عشنا مع مافيا سياسية مع مرتزقة سياسية اليوم يعني والحمد لله أننا أحنا لكن أليست مثل هذه الخطوة سيدة بدرة أخذ قرارات ألا تأخذ تونس للمجهول أيضا خصوصا أنها تتزامن مع كرونها مع وضع اقتصادي صعب أخي مكي أحنا عشنا المجهول وكنا في المجهول وكنا في يعني في دون لومارت لكن اليوم شنو المجهول لن أترجم معه بالعبس نحنا سمحني 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 لكن أنه وسمحنا لأستاذ المشاهدين لكن هو أن المجهول ما معنى مجهول اليوم عندما يتخذ الرئيس قرارات من أجل مكافحة الفساد والفاسدين في تونس هل سندخل إلى المجهول نحن كنا في المجهول اليوم بدأنا نتنفس ونخرج من هذه الفترة الصعبة اللي كانت على التوانس يعني أنت في تقديمك يعني قلت شارع غاضب لا الشارع كان فرحان البارح أنا البارح خرجت لا تحدثنا عفوا سيدة بدرة تحدثنا عن الاعتداءات التي تمت على مكاتب النهضة والاحتجاجات هناك حالة غضب من الشباب المحبط هذا ما قصدناه بشباب غاضبها من الشباب طبعا قبل إعلان خدوات الرئيس طبعا قبل إعلان خرجه أنا مكتبي في باردو لو نقولك آمس أنا مشيت لأن نحن يجبنا نخدمه آمس ولو أنه يوم عطلة فلو لو خي مكي لو جيت آمس أنت تبهت تقول شنية هالآلية هذه شنو هالعسكرة هذا شنو هالأمن هذا من هل كل كل هذه الآليات كل هذه العسكرة كل هذا من أجل هذا الشباب الأعزل عيب معناها اللي صار لكن الحمد لله أنه كل الشباب التونسي إلا ولايتين أو ثلاثة على ما يبدو أنه حسب المعلومات والمعطيات اللي عندي يظهر لي فهم ثلاثة بولايات فقط لم تخرج آمس الصباح قبل أعلان الرئيس الكل خرج بالكثير من المدن سوسة لقلب المعادلة سفاقس لقلب المعادلة هناك صور تعرض هذا الخروج وهذه الفرحة لكن هناك مراقبون يرون في الأمر أيضا إمكانية كبيرة لتقسيم الشارع التونسي وضرب الوحدة الوطنية والبلاد تواجه أخطر أزمة صحية في تاريخ ربما وهي أزمة كورونا في علاقة بالسياق الصحي وهو سياق عالمي لا تونسي في حسب الحقيقة ألا تأتي مثل هذه الاحتجاجات وما رفقها وخطوات الرئيس وما رفقها فيما بعد هناك حالة انقسام حقيقية في الشارع التونسي بين معا وضد أليس كذلك ليس كل التونسيين على قلب رجل واحد كما يقال لا ما أكتعرف هذا هو ما شاء الله عشر سنوات وهم يتصارعون ويبثون السموم يعني هو أصلا حتى قبل الموضوع هذا الشارع التونسي مقسم ما بين المسلمين وليعطيهم راشد الغنوشي وثيقة أو التوكيل للجنة وما بين الشعب العلماني الكذا الكذا يعني هو مقسم في حال ذاته الشعب التونسي اللي هو أمام الوباء باش نحكيه على الوباء اللي وصلنا إلى أقصى أقصى درجاته ويكذبوا ويقولوا فما مئة ومئتين هما وصلوا في يوم من الأيام وصلوا لثلاثمئة وثلاثمئة وقديش يعني سمحني نحكي اليوم هل أن هذه القرارات ستوصل الشعب التونسي للانقسام هو مقسم عندهم قواعدهم عندهم إيديولوجيتهم الناس حاضرة لكن الشعب والشباب اللي يكره السياسة وكره البرلمان وكره السيستام وكره كل يعني حتى وصل يكره حتى مثقفية وصلوا هما وصلونا الوباء الأكسجين ما فماش أعطيني سياسي طبقة سياسية مترذية حالة من الغضب الكبير عليها كلها حسب المتابعين صار جاهزا معنا الآن سيد نبيل عبداللطيف الخبير الاقتصادي والمصرفي أرحب بك مجددا سيد عبداللطيف وأسأل مباشرة وفورا عن الكلفة الاقتصادية هذه المرحلة الدقيقة اقتصادية في تصنيفها الايتماني في قدرتها على الحصول على قروض من سيدفع هذه الكلفة وكيف تقدرها أنت لأنه تقارير الاقتصادية الدولية تقول أن تونس بسرعة تراجعت حتى قيمة سنداتها الدولارية شكراً الأمر الاقتصادي هو موكول أساساً وحسب جميع التقارير بما في ذلك تقارير صندوق النقد الدولي وبنك الدولي وخاصة في التقارير الأخير الذي على جملة ثماني نقاط كانت ولأول مرة ستة نقاط تؤكد على أن المشكلة وأصل الإشكال الذي يعطل الاقتصاد التونسي وطبعاً يعطل المالية العمومية التونسية هو من جراء إشكاليات سياسية بما في ذلك التعاطل الكبير في اختيار حكومات سيد نبيل يبدو سؤالي لم يصل على الوجه الأكبر سألت على ما حدث بين البارحة واليوم تداعياته الاقتصادية وكلفته أما الدوافع الاقتصادية لهذا الاحتقان سنسأل عنها فيما بعد تعرف الصحافة نسأل بالهرم المقلوب بآخر شيء حدث ثم نعود نرتدي للوراء طبعاً شكراً 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 للتوضيح لأن فهمت المغزى السؤال بالنسبة لما حدث من البارحة لليوم أساساً للمؤشرات الاقتصادية والمالية الحينية والآنية أساساً نتحدث عن البورصة ونتحدث عن السندات التي تعتمدها الدولة التونسية لخلاص جميع نفقاتها ومصاريفها بالنسبة للبورصة كان تخفيض تفيف جداً في حدود 0.76% ولهذا لم يكن هناك أي هبوط حاد بالنسبة للبورصة التونسية وبالنسبة للسندات هناك بعض الإشارات إلى التخفيض في سندات ولكن عادي جداً أن يكون في وضعية مثل وضعية الانتقال السياسي وقرارات البارحة سيد نبيل التصنيف الاتماني السيادي ممكن أن يتأثر أيضاً لتونس وهو أصلاً ليس جيداً صحيح أولاً هو ترقيم السيادي ترقيم السيادي عفوناً ما يهم الدين العمومي التونسي وإشكالية الكبرى نعم في هذا الباب نحن في إشكالية كبرى في انحدار متواتر لترقيم السيادي التونسي حوالي ثمانية مرات في ظرف العشر سنوات الفاريطة آخر تقرير كان بالنسبة لمؤسسة فيتش كان في بي ماينس معنى باء سلبي مع توقعات سلبية للأمام نفس الشيء نحن في انتظار تقرير مديس والذي كان في المرة الفاريطة في شفاء التجاوز إلى منطقة المخاتم المنطقة السي اليوم مع هذه التحركات هناك نظريتين هناك نظرية تقول أن التحرك السياسي لو أنه في خارطة اقتصادية اجتماعية واضحة ممكن أن تحسن في فرضية ترقيم السيادي خاصة مع إن كتب لنا التقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهناك نظرية معاكسة تماما وأن ما وقع البارحة قد يعجل بانحدار الترقيم السيادي سيدة بدرة رافقت هذه الخطوات أيضا نقاش دستوري في الحقيقة سنسأل عنه لسنا خبراء في القانون الدستوري لكن مساحات التأويل مختلف عليها وخاصة المادة 80 أو الفصل 80 نجم النجوم البارحة واليوم في تونس والكل يلهج به ويحاول تفسير على كل دعونا نحاول أن نفهم على ماذا استند الرئيس التونسي قيس سعيد في قراراته الأخيرة أي الفصل الثمانين من دستور البلاد والتي تمنحه سلطات استثنائية في حالات استثنائية ثم أعود لضيفينا لنناقش هذه المسألة أيضا أن المسؤولية حالة الاستثناء هي وضع يقره الفصل الثمانون من الدستور التونسية وحالة تطبيقها تمنح لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية الفصل الثمانون يطبق في حال الخطر الداهم المهدد لأمن البلاد وتعطيل مؤسسات الدولة ويخول للرئيس اتخاذ جميع التدابير التي يرها مناسبة ولا يجوز للرئيس إعلان حالة الاستثناء إلا بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لمؤسسات الدولة في أقرب وقت وفي حال تفعيل الفصل الثمانين من الدستور يعتبر مجلس النواب في حالة عقاد دائم وفي هذه الحالة لا يجوز للرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز للمجلس تقديم لائحة لوم ضد الحكومة وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من مجلس النواب البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وبحسب الدستور ينهى العمل بتلك التدابير الاستثنائية بزوال أسبابها ويواجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب نعم أبدأ معك سيدة بدرة لأسأل عن هذا الفصل الشهير أو الذي بات شهيرا في ظل غياب محكمة دستورية ومرجعية دستورية تحتكر التأويل ربما ثمت اختلاف في التأويلات موضوع الخطر الداهم هل كان مثلا فعلا البعض يقول لا وجود له ولا مبررة لمثل هذه الخطوات الاستثنائية ثم حتى تجميد البرلمان هو مربوط بشهر البعض يرى أن الحل أولى لأن هذا الفصل لا ينص على حل الدستور والرئيس وجد نفسه ربما في المنتصف رغم اختصاصه كأستاذ قانون دستوري فعمد إلى هذا الفصل وإلى تأويله ثم تفعيله ما رأيك أنت سيد الرئيس الجمهوري هو أستاذ قانون دستوري ولكن سيد الرئيس الجمهوري بالنسبة لسؤالك الأول هل فعلا أن هناك خطر داهم طبيعي أنت تعرف أنه أنا رئيسة مركز دولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية ونحن على علم يعني بتواصل مباشر مع وحداتنا الأمنية والعسكرية كان هناك البارحة لو لم يخرج الرئيس كادت تونس أن تذهب إلى المجهول فعلا لأنه البارحة كانت هناك ماذا يعني هذا سيدة معلومات دقيقة موطوخة طبعا إمكانية عمليات طبعا 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 وكان البارح الشعب بش يخرج وكانت بش تسير يعني لا سمح الله والحمد لله أن الرئيس يعني هو اتخذ هذه الخطوة من يعني من تقارير استخباراتية عسكرية وأمنية وقد اجتمع بالمجلس الأمن القومي وتدرسوا هذه الحالة ولهذا هو أخذ هذه الخطوة من أجل حق اندماء التونسيين ولا ندخل إلى مجهول سوى كان في العمليات التي حذرت منها بلدان معينة حتى من الولايات المتحدة الأمريكية والصنف الرابع من حذرت من هذا أو أنه مش ندخل في مشاحنات ومواجهات كبيرة ما بين الأمن والشعب التونسي وقالها صراحة قال لن أسمح بمقترة دم للتونسيين والبارح كانت هناك يعني حالة استنفار قصوى لأنه أمس الصباح كان فيما شوية سخانة وخرجوا وبدأوا ومن بعد في الليل قالوا ويش نبدأ ونرجعوا ولو أنه التونسيين مركزين شوية رغم يعرفوا أنه بداية حي التضامن تتحرك كانت باجة باش تتحرك كانت بارشة مدن تونسية ولهذا هو اتخذ هذا القرار لوقف يعني هذا المجهول الذي ربما كان التونس هو المجهول الحقيقي ربما امتع البارح لو لم يتخذ السيد الرئيس الخطوة هذه هذه مبدئيا اثنين يعني الدستور وهو أعلم بذلك يعني وهو أستاذ القانون الدستوري وقد تمت استشارته في بعض الفصول عندما كانوا يكتبون ويخطون في هذا الدستور الذي صفق له العالم والذي يعني قاسوه على مقياسهم وقاسوه كما أرادوا ويعني وأبدعوا فيه يعني لكن الله غالب عليهم تركوا العديد من الثغارات أين يمكن التأويلات وأين يمكن أن يدخل الرئيس يعني بحسه الدستوري وبي يعني حنكته الدستورية والكل يعرفوا دونك ادخل في منعرجاتهم وفي هفواتهم وفي سقطاتهم واستغلها لأن السياسة هي لعبة أنت تستغل وأنا نستغل وأنت مصالحك وأنا مصالحي لأن السياسة السياسة تبنى على المصالح ولا تبنى على من يعني أنا ننتظرك حتى أنك أنت تجي تحكي لي حكاية يعني حكاية ديمقراطية ودستورية وخرق وما إلى ذلك أنا نقول لك أنه هو وقتل أول مخرج سيد الرئيس قل لك أنا قكر الدم تونسي نحاول ما أمكن نتحدث العربية الفصحة لأن مشاهدين من العرب لا من تونس فقط إن أمكن الإيغال في المحلية ربما قد يعصر على مشاهدين الفهم أنت كرمت وبإيجاز عفوا أوكي أوكي فالسيد الرئيس يعني كان واضحا والفصل الثمانين هو فيها الكثير من الثغرات التي استغلها السيد الرئيس الجمهورية ودخل معناها في هذا الموضوع ثم المحكمة الدستورية الغير موجودة أصلا يعني هو أصلا هذا الفصل في حد ذاته نقول عليه أنه هو ناقص ويمكن فيه ثغرات كبيرة جدا خاصة المحكمة الدستورية إذن يعني الفصل هذا والحديث على هذا الفصل والإتناب من المعارضين للخطوة التي أخذها السيد الرئيس طبعا سيقولون أنه لم يلتزم بهذا الفصل واضح أدب إليك دكتور نبيل لأسأل ضمن نفس السياق رغم اختصاصك في الاقتصاد وفي المصرفية أو الشؤون المصرفية لكن أسألك كمراقب تونسي وكمواطن أيضا هل تستشعر أنت هذا الخطر الذاهم الذي يبرر ربما ما أقدم عليه الرئيس باعتماد الفصل الثمانين وضع كورونا والوضع الاقتصادي الصعب هل يمكن تصنيفه ضمن المخاطر الذاهمة على البلاد طبعا المخاطر الذاهمة على البلاد من الناحية الاجتماعية والصحية والاقتصادية والمالية العمومية هذه المخاطر كانت موجودة منذ سنوات ولكن تحذيراتنا كانت دائما لم يقع الاهتمام والاعتماد عليها نظرا لإمكانية وجود بعض الحلول وبعض عمليات الاقتراض وما إلى ذلك ولكننا كنا دائما نشير إلى إمكانية إفلاس المالية العمومية وسقوطها وتهاويها في الاقتراض المفرط والذي للأسف في الدستور التونسي ورغم محاولتنا لم يقع تحديد سخف أقصى للتدائب وهذا من بين مؤخذاتنا الكبيرة على التعدي على المالية العمومية ونقطة ثانية هم أساسا كل ما هو المخدرة الشرائية كل ما هو التضخم كل ما هو قصاد ريعي عدم شفافية وضعف حوكم رشيدة بالنسبة للمؤسسات العمومية وبالنسبة لمناخ الأعمال إضافة إلى كل ما هو سياسة نقدية إذن جميع هذه المعطيات والضعف والأخطاء كانت ستؤدي حتما إلى خطر داهم من عسيان مدني اقتصادي جبائي وما إلى ذلك أيضا من جرائم اقتصادية وجرائم حتى مدنية نظرا لحالة الفقر التي نحن في حال توجه مستمر وانحدار تام نحو تفقير الطبقات الوسطى التي كانت دائما تمثل عنصر توازن وعنصر يعطي إمكانية الإيمان والثقة بالدولة في منوالها اقتصاد والاجتماعي ولكن للأسف لاحظنا جميعنا أنه منذ مدة طويلة لم يعد هناك اهتمام بهذه الطبقات ولم يعد هناك اهتمام بالوضعية اقتصادية واجتماعية للبلاد وعليه في منظور الخاص وأن هذه الوضعية ليست حديث تجاذبات بل هي تقارير من مؤسسات دولية من دول مانحة من دول مقرضة ولكن لاسف اليوم نحو عدم توفير امكانيات لخلاص الديون وامكانيات لخلاص الاجور والمعطيات الاساسية وعليه كان من بين الاسباب الكبيرة هو عدم وجود الموارد المالية والتحركات اللازمة لمقاومة جائحة كورونا وهو ما زادتنا بلغ إضافة إلى ضعف المقدور الشرائية والتضخم المالي جيد أشكر ضيفين التمس منهما البقاء معنا مشاهدين العزاء أيضا نذهب لفاصل قصير الآن نعود بعده لنتابع نقاش الرابط لذا اليوم أهلا وسهلا بالجميع مجددا أزمات وخلافات سياسية وحراك شعبي كانت من بين المراحل التي شهدتها تونس منذ تولي قيس سعيد رئاسة البلاد نعرض لكم في هذا التقرير أبرزها وذلك بفوز المترشح السيد قيس سعيد في الرابع عشر من أكتوبر عام 2019 أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية رسميا في الخامس عشر من يوليو عام 2020 أجبر رئيس الوزراء التونسي لياس الفخفاخ على تقديم استقالة حكومته بعد خمسة أشهر من نيلها ثقة البرلمان على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالتورط في ملفات فساد وبعد استقالة الفخفاخ أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 2020 تكليف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة أما في السابع عشر من يونيو 2021 فشهدت تونس احتجاجات اعتراضا على عنف الشرطة والأوضاع الاقتصادية وفي الخامس والعشرين من يوليو 2021 قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وتجميد كل تسود الشارع التونسي أستكمل النقاش مع ضيفين السانيف هذه المرة من تونس دائما معك أستاذ نبيل لأسأل عن هذه القطاع وهذه التراكمات والمحطات التي استعرضناها منذ قليل هل كان من الطبيعي أن تؤدي إلى ما بلغته تونس اليوم بقرارات الرئيس تبعت موقف اتحاد الشغل وهو يمثل الفيات الاجتماعية كان ما حدث صار متوقعا هل منطق الاقتصاد يبرر والاجتماع أيضا يبرر هذه الخطوات التي وصفها البعض بالجريئة من قبل قيس سعيد في ظل كل السنوات الماضية طبعا هنا أستعيير اسم البرنامج ما هو الرابط بين الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأن الرابط موجود لأن نحن نتذكر وأن 14 جانب في 2011 كانت طلبات واضحة هي الكرامة والحرية وخاصة مطلب التشغيل وشغل لما نكون الآن وخاصة بعد جايحة كورونا في حدود مليون عاطر عن عمل في الجمهورية التونسية يصبح الأمر خطير والأمر يدعو إلى مراجعة جميع ما وقع وجميع القرارات والتوجهات التي وقعت في العشرة السنوات الفارتة وللأسف ورغم تحذير جميع الحساسيات المجتمع المدني والهيات المهنية والهيات الرقابية كان هناك تهاون كبير في جانب الاجتماعي والاقتصادي وكانت تغيان صوت السياسي وهذا ما أذر بالمنظومة الاقتصادية ولكن على الأقل لأكون صادقا مع مقدرات وأساسيات الاقتصاد التونسي بالنسبة لأساسيات الاقتصاد التونسي هي دائما قابلة للتحصل والرجوع وإعادة البناء في أي لحظة ولكن كان رغم كورونا ورغم السياحة اللي هي الشبه المتوقف بالشيء الاقتصادي رغم الكورونا طبعا ولكن طبعا لأنه نعطي مثال وأحسنته في مثال أستاذ مكي وأنه صارت ضربات إرهابية للقطاع السياحي وعادة وعادة كان موسم 2018 2019 كان موسم قياسي خاصة مع توافد السياح الروسيين وحتى إن كانت هناك ضربات بالنسبة للجائحة الكورونا لم لم يكن هناك تواصل سياسة وكان هناك تغيير حكومة في صيف 2020 بينما كان المفروض تواصل العمل لما كنا في حالة صفر كورونا كان في الإمكان استجلاب التلاقيح وعقد العقود المباشرة مع المخابر الدولية وخاصة تلقيح جميع الفئات التي تكون في اتصال مباشر مع السياح مع المستثمرين تنقل ما إلى ذلك ولكن كانت هناك سياسة ضعيفة جداً تعتمد على الشرائح العمرية والتي لا معنى لها مقارنة بالأمور الاقتصادية وكان هناك مشكل كبير بين أن نكون أكثر في جانب الأمور الصحية أو الأمور الاقتصادية بينما المعادلة غالطة تماماً خاطئة تماماً لأن كان بالإمكان التوفيق ما بين الجانب الاقتصادي والصحي وذلك بكشف جميع المتدخلين طبعاً والنقطة الثانية المهمة في هذا الجانب أيضاً هناك مشكلة مشكلة تداين مشكلة مالية عمومية ولكن الاحتقان السياسي والتباعد السياسي والتفرقة السياسية لم تعطي أي حظ للاقتصاد ولمالية العمومية بأن تتجاوز الأخطاء الفارطة جيد ما تفضلت أشير على مشكل كبير وسيعترض حتى في هذه الفترة بالضبط لأن على قدر من الأهمية ما تفضلت تفضل شكراً سيد مكي هو أنه في سنة 2020 كانت عندنا مراجعة للقسطين الخامس والسادس مع صندوق النقد الدولي ولكن للأسف ولا نعلم لماذا وقع التغاذي وقع إهمال هذه المراجعة فكانت توجه عند صندوق النقد الدولي إلى عدم صرف القسط الخامس والسادس متبقية ولحظنا كان هناك برنامج موازي مع البنك الدولي لتلافي ما يجر من صعوبات الوضع الصحي وطلبنا 750 مليون دولار ووقع إسناده لتونس ولكن الأسف وهذا نجده في تقارير البنك الدولي وتقارير صندوق النقد الدولي لم تحسن من الوضع شيئا نعم وهذه المؤسسات المالية تطلب مننا تدقيقا حول مآل هذه المالة وهذا لم يحدث ربما طاحون الرواتب أكلت كل شيء إذا سمحت لم يحدث بالتفاعل معك ولم تذهب إلى مشاريع تنموية أو تحسين القاعدة الاقتصادية وحتى مناخ الأعمال في تونس دعني أراوح في الكلام أعود إليك تكورة بدرة جعلون لأسأل أيضا ما بين السياسة والاقتصاد وبرنامجنا الرابط كما ذكر أستاذ نبيل نربط بين الأمرين والنقاش قديم في الحقيقة الأولوية للسياسة هي القاطرة التي تقود أم الاقتصاد هو القاطرة التي تقود البعض يرى أنه مع ما جرى ضيعت تونس مسارها الانتقالية أي ضيعت ريادتها السياسية ربما ماذا تخسر تونس بمثل هذه الخطوات التي أقدم عليها الرئيس مسار الانتقال الديمقراطي الذي يفاخر به تونسيون تعطل الآن ما قولك والله أنا ما نشوفه أتعطل معنىها بالعكس الآن هو بشيرجع هو قد حاد عن طريقه واليوم يرجع يعني الانتقال الديمقراطي بل بالعكس يعني هذه خطوة كانت لازمة قتل بها الشعب والديمقراطية يعني هو أن يستجب طبعا طبعا لأن المصار قد انحرف عن المصار بالعكس وأصبح هناك ديكتاتورية يعني مجموعة معينة من الفاسدين واللوبيات اليوم السيد الرئيس قد استجاب وهو ديمقراطي في هذه النقطة بالذات تقول لي كيف ذلك أقول لك أنه استجاب إلى الشعب لأن الديمقراطية هي إرادة الشعب وإرادة الشعب طلبت من الرئيس بأن يصحح المصار وأن يرجع الطريق ويرجع القطار على السكة ربما السيد الرئيس اليوم يرجع القطار على السكة لأن الانحراف كان كبير جدا وحتى أن نوسى عبدالطيف كان يحكي لك يعني على الانزلاقات الخطيرة والسياسي شوف السياسة أنا نقول دائما هي أم الأشياء وأم المحاور إذا كان السياسة إذا كان السياسي يعني منحرف أو فاسد أو يتعامل مع لوبيات أو يتعامل مع نافيا كل شيء ينحرف ينحرف مباشر كل شيء على مستوى وإنت قاعد تشوف أنه في تونس لم تنحرف الاقتصاد فقط إنما هناك الاجتماعي هناك انحراف اجتماعي رهيب هناك انحراف تعليمي رهيب سيدة بدرة عذرا لك لدي سؤال اقتصادي يلح لابد أن نطرح على الأستاذ نبيل وقد التحق بنا متأخرا قليلا حتى نغنم من معرفته إذا ضبطنا خارطة طريق لهذه المرحلة الجديدة وسلم أولويات لابد من خطة اقتصادية كي تنجح هذا الخطوات ماذا على تونس وعلى الرئيس أن يضبط ويفاعل بإيجاز أولا حسب رأيي يجب أن تؤكد هذه الخارطة حول التمسك بالديمقراطية وب الهيئات المستقلة بما في ذلك هيئات مقاومة الفساد هيئات حول محكمة الحوكمة الرشيدة هيئات التنمية المسدامة وحقوق الأجيال القادمة هذه ثوابت إن خسرناها سنكون في صعوبات شديدة مع من موالونا خلال العشر سنوات الفريطة النقطة الثانية هو يجب أن يكون هناك محاضرة أو ملتقى أو حوار حول الشأن الاقتصادي والاجتماعي ويجب أن هناك ثوابت يتفق عليها جميع الفرقاء حتى ندع حوار وطني اقتصادي اجتماعي أساسا بقطع نظر عن المسأل السياسي لأنها تاغية وسيكون فيها محادثاتها اقتصادي اجتماعي خاصة نحو رأس ملث ثوابت الواضحة والتي لا يختلف فيها عالمين في هذا الشأن هناك بعض الثوابت والتي وقع ضربها إعادة هذه الثوابت وهي نقاط واضحة وفيها اتفاق شامل من جميع الأطراف بما في ذلك الأعراف والنظمات الشغيرة نقطة ثانية اسمح لي بالمقاطعة الوقت لم يعد يسمح بأي نقطة إضافية الدكتور نبيل عبداللطيف الأكاديمي والخبير الاقتصادي والمصرفي من تونس شكرا لك أشكر أيضا دكتورة بدرة جعلور الأكاديمية لكم غزيل الشكر تحددتم إلينا من تونس العاصمة بعد هذا النقاش خلص ضيفانا إلى التالي ما يجري في تونس ينبيو بحقبة جديدة ستكون أفضل للبلاد حسب الضيفين وقرارات الرئيس قيس سعيد أنقذت البلاد من المجهول وجاءت في وقتها وعند غياب الحوكم الرشيدة ومناخ الأعمال الإيجابي والسياسة الجبائية أدت كلها إلى دخول البلاد في مرحلة عسر اقتصادي كبير فقمتها جائحة كورونا وبعد هذا النقاش بين السياسة والاقتصاد نصلوا إياكم مشاهدين العزاء إلى ختام الرابط لهذه الليلة كما نختم دوما غدا يوم آخر ورابط جديد رفقتكم أنا مكهلال دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر